الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم صلى الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا وإياكم ممن يقال له في ختام مجلسهم قوموا مغفورا لكم قد بُدِّلت سيئاتكم حسنات لازلنا في التعليق على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمة الله عليه ولازلنا في الباب السادس وهو باب في التقوى قال رحمه الله تعالى وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس قال أتقاهم فقالوا ليس عن هذا نسألك قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العربي تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه متفق عليه وفقه بضم يلقاف على المشهور وحكي كسرها أي علموا أحكام الشرع أي رؤية بالضم فقه وفقه بالكسر هذا الحديث فيه عدد من الفوائد أولها في قول الصحابة رضي الله عنهم من أكرم الناس قالهم نبي صلى الله عليه وسلم أتقاهم هذا الجواب من نبي صلى الله عليه وسلم موافق لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إِنَّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْخَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ فالتفاضل عند الله عز وجل ليس بالحسب ولا بالنسب ولا بالجاه ولا بالمال إنما التفاضل عند الله سبحانه وتعالى بالتقوى فلا فضل يعابي على عجمي ولا أسود ولا أبيض ولا أحمر على بعض وإنما التفاضل يكون بتقوى الله سبحانه وتعالى فمن أراد أن ترتفع منزلته ويعلى شأنه عند ربه سبحانه وتعالى فليكن تقيا لله سبحانه وتعالى في كل أحواله يتق الله حيث ما كان في سره وعلنه في ذهابه وإيابه في خلوته وجلوته وفي كل حاله فعندها يكون كريما مرفوع الشأن عند ربه سبحانه وتعالى ولكن الصحابة رضي الله عنهم لم يقصدوا هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فلما قالوا من أكرم الناس قال أتقاهم فقالوا ليس عن هذا نسألك فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله فهذا فيه فض يوسف عليه السلام أنه من نفس الأنبياء فهو نبي وأبوه نبي وجده نبي فهو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم فكلهم أنبياء وأفضلهم إبراهيم عليه السلام بل أفضل الأنبياء والرسل على الإطلاق بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هو إبراهيم الخليل فهذا فيه فضل يوسف عليه السلام ومع ذلك قال الصحابة رضي الله عنهم ليس عن هذا نسألك فقال عن معادن العرب تسألوني معادن العرب المراد به أصولهم وأنسابهم قال فقال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه فهذا الحديث معناه أن خيار الناس في الجاهلية نسبا وشرفا وكرما هم خيارهم في الإسلام ولكن بشر إذا فقه يعني إذا تفقه في دين الله عز وجل أما إذا لم يتفقه في دين الله فإن خيريتهم في الجاهلية لا تنفعهم في الإسلام لأن التفاضل عند الله عز وجل ليس بالنسب ولا بالحسب وإنما بالتقوى فمن كان أتقى لله كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وإن كان عبدا حبشية ولذلك بلال عبد حبشي وهو في الجنة وأبو لهب من أشراف بني هشام ليس فقط من أشراف قريش بل من أشراف بني هشام وبنو هشام هم أشرف قبيلة على وجه الأرض لأن منهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن منهم النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هو في نار جهنم في آيات تثلى في كتاب الله لقيام الساعة تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسبس يصلى نارا ذات الهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد وهم من أشراف بني هشام عم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بني هاشم نعم بني هاشم من أشراف بني هاشم وبنو هاشم هم أشرف قبيلة على وجه الأرض لأن منهم النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هو في نار جهنم أبد الآبدين ودهر الدهرين فقوله صلى الله عليه وسلم خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقه أي أن لسان إذا كان في الجاهلية خيرا وكان في الإسلام خيرا فقيها متعلما نحكام دينه عاملا بأمر ربه فإنه له الخيرية في الإسلام كما أن له الخيرية في الجاهلية والشاهد لهذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم عندما سألوه من أكرم الناس قال أتقاهم لأن الباب في التقوى ثم قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم وهذا الحديث حديث عظيم فيه تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين عظيمين تعظم بهم الفتنة فأول هذه الفتنة الدنيا قال اتقوا الدنيا وإذلك قال في أول هذا الحديث إن الدنيا حلوة خضرة الدنيا حلوة وخضرة فيغتر بها الناظر وتميل إليها النفس فإذا اغتر ناظرها ومالت إليها نفسه هلك في هذه الحياة الدنيا أما من عرف هذه الدنيا وأن زينتها فانية وزائلة فإنه سينجو بإذن الله سبحانه وتعالى لأن ما عند الله خير وأبقى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا فالآخرة خير من الدنيا خير وأبقى وذلك لأن الدنيا زينتها فانية كل ما في هذه الدنيا من حلاوة وخضارة سيكون مصيره الزوال ولذلك الإنسان لا يغتر بهذه الدنيا إذا فتحت عليه ورأى نفسه ميال إليها فلا يغتر فقد قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم من حياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور والغرور هو الشيطان فالمسلم يحذر من هذه الدنيا ومن حلاوتها ونظرتها فإن حلاوة زائلة ونظرة فانية قالوا وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فأنت في هذه الدنيا بامتحان عظيم خلقت بهذه الدنيا للامتحان فكل ما على هذه حياة الدنيا أنت ممتحن فيه قال سبحانه وتعالى وإنا لجاعلون يعني ما على الأرض وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا يعني كل ما على الأرض سينتهي كل ما على الأرض سينتهي ولكن أنت خلقت من أجل أن تبتل في هذه الحياة الدنيا قال سبحانه وتعالى كبرت كلمة تخرج من أفاههم ويقولوا إلا كذب فلعلك باخر عن نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسبا إن جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا فكل ما على الأرض زينة وامتحان لك يا عبد الله هل تميل إلى هذه الدنيا وزينتها أم تقبل على ربك وتستخدم كل ما في هذه الدنيا قربة إلى ربك لنبلوهم أيهم أحسن عملا ثم بيّن لهم الله عز وجل ما يكون في هذه الحياة الدنيا وزينتها فقال سبحانه إن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أي منتهيا وذلك يوم القيامة تزلزل الأرض وتنشق وينتهي كل ما عليها من الخير والخضر والحلوة ويبقى العمل الصالح الذي ينفع العبد عند ربه سبحانه وتعالى قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء وهذه الفتنة العظيمة فتنة النساء عظيمة جدا وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء فهي أضر فتنة على الرجال ولذلك حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فلما كانت فتنتهم في النساء تتابعت عليهم الفتن ووقعوا في الكبر بالله وجاءهم عذاب الله عز وجل وهذه الفتنة فتنة عظيمة ولذلك الأعداء بخيلهم ورجلهم يسعون كل السعي لإفساد المرأة وذلك لأن المرأة إذا فسدت فسد المجتمع وإذا فسد المجتمع فسد الدين وإذا فسد الدين انهزم أهل الإسلام ولذلك الأعداء يحرصون حرصاً شديداً على إفساد هذه المرأة حتى يسد المجتمع وينحل المجتمع من دينه ثم بعد ذلك يهجوون على المسلمين وتسقط دولتهم ويسقط حكمهم وتنكسر شوكتهم هذا هو أمراد أهل الكفر ولذلك ما من مجتمع فشى فيه انفلات النساء إلا سقط وقد علق الشيخ معثمين رحمة الله عليه على هذا الحديث تعليقاً لا مزيد عليه وبين فيه خطورة ما يفعله أعداء الإسلام لهدم المجتمع المسلم وخاصة المجتمع الذي نحن فيه ونقرأ كلامه رحمه الله تعالى لنعلم بصيرة العلماء رحمهم الله وأن العلماء رحمهم الله إذا حذروا من الفتن وسدوا الذرائع المصل إليها فإنهم تكلموا عن علم لم يتكلموا عن جهد وعن مبالغة كما يتهم كثير من الناس أنهم يبالغون في سد الذرائع ونحو هذه القواعد يقولون العلماء يتكلمون عن علم عن نور من الله سبحانه وتعالى ولذلك لو نظرنا إلى كلام العلماء قبل ثلاثين وأربعين سنة عن خطورة فتنة النساء وفتنة التغريب لوجدنا كلامهم الذي حذروا منه واقعا لأنهم تكلموا عن علم وفهم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الحديث في شرحه لكتاب رياض الصالحين قال ولهذا قال أي النبي صلى الله عليه وسلم فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فافتنوا في النساء فضلوا وأضلوا والعياذ بالله ولذلك نجد أعداءنا وأعداء ديننا أعداء شريعة الله عز وجل يركزون اليوم على مسألة النساء وتبرجهن واختلاطهن بالرجال ومشاركتهن للرجال في الأعمال حتى يصبح الناس كأنهم الحمير لا يهمهم إلا بطونهم وفروجهم والعياذ بالله وتصبح النساء وكأنهن دمى أي صور لا يهتم الناس إلا بشكل المرأة كيف يزينونها وكيف يجملونها وكيف يأتون لها بالمجملات والمحسنات وما يتعلق بالشعر وما يتعلق بالجد ونتفي الشعر والساق والذراع والوجه وكل شيء حتى يجعل أكبر هم النساء أن تكون المرأة كالصورة من البلاستيك لا يهمها عبادة ولا يهمها أولاد ثم إن أعداءنا أعداء دين الله وأعداء شريعته وأعداء الحياة يريدون أن يقحموا المرأة في وظائف الرجال حتى يضيقوا على الرجال الخناق ويجعلوا الشباب يتسكعون في الأسواق ليس لهم شغل ويحصل من فراغهم هذا شر كبير وفتنة عظيمة لأن الشباب والفراغ والغنى من أعظم المفاسد كما قيل إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرأة أي مفسدة فهم يقحمون النساء الآن بالوظائف الرجالية ويدعون الشباب ليفسد الشباب وليفسد النساء أتدرون ماذا يحدث يحدث بتوظيفهن مع الرجال مفسدة الإختلاط ومفسدة الزنا والفاحشة سواء في زنا العين أو زنا اللسان أو زنا اليد أو زنا الفرج كل ذلك محتمل إذا كانت المرأة مع الرجل في الوظيفة وما أكثر الفساد في البلاد التي يتوظف الرجال فيها مع النساء ثم إن المرأة إذا وظفت فإنها سوف تنعزل عن بيتها وعن زوجها وتصبح الأسرة متفككة ثم إنها إذا وظفت سوف يحتاج البيت إلى خادم وحينئذ نستجلب نساء العالم من كل مكان ولو كان الخلق خلقا فاسدا نستجلب نساء العالم من كل مكان وعلى كل دين وعلى كل خلق ولو كان الدين على غير دين الإسلام ولو كان الخلق خلقا فاسدا نستجلب النساء ليكن خدما في البيوت ونجعل نساءنا تعمل في محل رجالنا فنعطل رجالنا ونسخل نساءنا وهذا أيضا فيه مفسدة عظيمة وهي تفكك الأسرة لأن الطفل إذا نشأ وليس أمامه إلا الخادم نسي أمه ونسي أباه وفقد الطفل تعلقه بهما ففسدت البيوت وتشتتت الأسر وحاصل في ذلك من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله ولا شك أن أعداءنا وأذناب أعدائنا لأنه يوجد فينا أذناب لهؤلاء الأعداء درسوا عندهم وتلطخوا بأفكارهم السيئة ولا أقول إنهم غسلوا أدمغتهم بل أقول إنهم لوثوا أدمغتهم بهذه الأفكار الخبيثة المعارضة لدين الإسلام قد يقولون إن هذا لا يعارض العقيدة بل نقول إنه يهدم العقيدة ليس معارضة العقيدة بأن يقول الإنسان بأن لله شريك أو أن الله ليس موجودا وما أشبهه فحسن بل هذه المعاصي تهدم العقيدة هدمة لأن الإنسان يبقى ويكون كأنه ثور أو حمار لا يهتم بالعقيدة ولا بالعبادة لأنهم متعلقون بالدنيا وزخارفها وبالنسى وقد جاء في الحديث الصحيح ما تردت بعد فتنة أضر على الرجال من النسى ولهذا يجب علينا نحن ونحن والحمد لله أمة مسلمة أن نعارض هذه الأفكار وأن نقف ضدها في كل مكان وفي كل مناسبة علما بأنه يوجد عندنا قوم لا كثرهم الله ولا أنا لهم مقصودهم يريدون هذا الأمر ويريدون الفتنة والشر لهذا البلد المسلم المسالم المحافظ لأنهم يعلمون أن آخر معقر للمسلمين هو هذه البلاد التي تشمل مقدسات المسلمين وقبلة المسلمين ليفسدوها حتى تفسد الأمة الإسلامية حتى تفسد الأمة الإسلامية كلها فكل الأمة الإسلامية ينظرون إلى هذه البلاد ماذا تفعل فإذا انهدم الحياء والدين في هذه البلاد فسلام عليهم وسلام على الدين والحياء ولهذا أقول يا إخواني يجب علينا شبابا وكهولا وشيوخا وعلماء ومتعلمين أن نعارض هذه الأفكار وأن نقيم الناس كلهم ضدها حتى لا تسري فينا سريان النار في الهشيم فتحرقنا نسأل الله تعالى أن يجعل كيد هؤلاء الذين يدبرون مثل هذه الأمور في نحورهم وأن لا يبلغهم منالهم وأن يكبتهم برجال صالحين حتى تخمد فتنتهم إنه جواد كريم انتهى كلامه رحمه الله ومن نظر إلى هذا الكلام العظيم علم غزارة علم هذا العالم الخبير وتحذيرها البالغ من هذه الفتنة العظيمة التي من تأمل واقع من وقع في مثل هذه الأمور أن كلام الشيخ رحمه الله تعالى مناسب للواقع مناسبة عظيمة وواقعاً موقعاً صحيحاً وذلك لأنهم تكلموا عن علم ولذلك الأعداء كما ذكر الشيخ رحمه الله يحرصون على فتنة النساء فتنة عظيمة يحرصون عليه حرصاً شديداً ولذلك قال قائلهم في بيت له مشهور قال كأس خمر وغانية خير من ألف مدفعي كأس خمر وغانية خير من ألف مدفعي ولذلك أعظم الحروب علينا هي الحروب التي تستهدف العقيدة وتستهدف الأخلاق فهي أعظم من الحروب التي تكون بالسيوف والأسلحة لأن نهاية الحروب التي تكون بالسيوف والأسلحة هي الموت ولكن نهاية الحروب العقدية والأخلاقية هي هدم دين المسلم فإذا هدم دين المسلم ثم مات على غير عقيدته التي يجب عليه أن يعتقدها خسر الدنيا والآخرة نسأل الله السلامة والعافية فهذا آخر ما معنا في هذا الدرس والله أعلم وأحكمه صلى الله وسلم على ربينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا